أولاً كان عندي خطة حمر طول حياتي وكان عندي مشكلة يمكن مع المخرجة ناس الدغيدي بسبب الخط بحث تنزلت عنه فعلاً مع فيلم أساس كانت ايه مشكلتك مع الناس الدغيدي؟ فيلم ومذاكرات مراقبة يمكن كانت طلبت مني ان ارتدي ميوب في مشهد وانا رفضته ودخلنا في قضايا وانتهت يعني القضايا وانا بعزها وبحترمها برضو الحمد لله علاقتي بها كويسة رأيك ايه في ناس الدغيدي قراءة ناس الدغيدي؟ كل واحد بس المجال الفاني خصوصاً السينما يعني تختلف معها في ايه دلوقتي؟ دلوقتي اختلف معها في ايه؟ ان هي ما يعني انا ناس انا عشق سان واحدة تتفرجتلها على عفو ان ايه قانون احترمتها جداً فيلم مع ابقار وعندها افلام تانية ضد مبادل هي ازاي الاحمرخيص مصر انت فاهمني ما حبش اتفرج عليه ففي افلام وفي افلام بس هو المخرج كده من حقه يرسم اللوحة اللي عايز يرسمها وكل واحد يتقبلها او مطايا بذات السينما مش دراما دي مش داخل البيت انت فاهمني حتى بس غريباً انك انت بتقولي انك انت رفضت مع الناس تعملي او تلبسي الميوه والبس الميوه مع داود عبدالسيد ده فعلاً صحيح ايه التناقض ده؟ التناقض النطج النطج احساسك ان اولاً مكنتش موسيلا لما تعرض علي الفيلم بتاع اوستينا الناس الضغيدي كان فيلم ومزكرات مراحقة مكنتش موسيلا كنت موزيع وكان صعب علي قوي النقلة السريعة دي انك من اعلامي طالع بوقارك وانت عارف الاعلامي وليه الجمهور والناس بتسمعك لفجأة طالعت بميوه تاني حاجة عدم منطقية الميوه كان مستخدم ملوش علاقة بمش قاعدة على البحر ده انا قاعدة في حفلة عيد ميلادي وانا دي اللي اعتردتها يعني ايه حفلة ليه عيد ميلادي بميوه يعني عيد ميلادي في حفلة واحنا من رأسه فالمشهد بالنسبة لي كان مرفوض غير مقبول على فكرة والدي كان نعيش وقتا ودخلنا في قضايا ومحاكم وموقف اول مرة حتى فيه في سن صغير او انا اول مرة اعمل توكيل لمحامي واروحها وقضايا ونيابة وشهود وكت قصة كبيرة بس الفيلم ده كان مذكرات مراحقة ده كان كله مشاكل كله بنات لس صغيرين مساحبين رجالة شباب يعني صاحبين شباب زيهم وكلهم مش الشباب دول مش عاوزين انهم يمثلوا مش عاوزيني لا 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 مش عاوزيني يمثلوا وبيفاجأ انهم دخلوا التمثيل وبيمثلوا مش هارفها ايه يعني نجلة انا بشوفها دلوقتي وبكلمها هذه اولا نجلة شوفنا عملت ايه بعد كده كل الادوار اللي عملتها كلها اعتقد ان فيها اكتر من الميوب كتير الحاجة التانية انه لبسيته مع الاستاذ داود عبدالساني لبسيته في كله ومش عيب انا مش بعيب عليها يعني نعم انا بفتكرلك انا بس بتكلم الميوب اولا مش وصفة عار يعني ما قلت لهاش الميوب دا بيتلبس على بحر بيتلبس على وبعدين ما كانش ميوب حتى هي لما انا رفعتها لقضية فعاوزة تطلع من القضية فالمحامي قرر ان انا كنت عاوزة اللي كانت لابسة اللي كانت لابسة مايوهات وعليها عبايات علشان عاملين يعني يلطقين لكفيها شمس ومحمد رجب رجب ويرقص ورقصها مش عارف ايه فكانت الرقصة بشكل معين فكنت بقول قلت حيلبسوا مايوهات بعليها كاب كده اسود وشكل يعني يعني زي هالوين بارتي يعني هايوه هالوين بارتي والحاجات دي فهي بس فقولك فوجينا لينها مجيه مجيهتش وبعدين انا الشخص اللي كان ايميها خطيبها او صاحبها او قال لي بالصدفة يعني قال لي انه انا اللي منعتها وللأسف انه يعني مش للأسف اللي بقى شريكي فيما بعد شريكي في حاجات يعني شريكي في حاجات التجارية يعني فعاوزة اقولك انه كل واحد بيبرر لوحه وبيطلع يقول كلام ماليش علاقة بالحقيقة يعني لان احنا شفنا فيما بعد ايا عملت كل الادوار اللي ممكن تعملها انا عايز اقولك واممثلة كويسة وبقت لها مكانة ومطلوبة فما تدقيش انا لازم اقولك شهادة وفي البرنامج انا في المتوحش اعايز اقولك انا دخلت الفيلم ده اكتر من 3 ا 4 مرات وبقولك وعلمنا كتير احنا كنا لساعتها في سنوية عامة انا فكرة كويس اقول دخلت انا كذا حدا من صحابي بجد يعني ما بصناش طبعا الجوانب التانية انه الناس اتقولك يعني فيه ناس كان بتقولك انا مش عايز اطلع مثلا فيلم دونتالة مش عايز اطلع من الفيلم ويتشاف ان انا كنت فيلم الاسد غيدي وفيلم زي ده فكنوا بيداروا انا دخلت كأني وعلم اصلمة الاغلبية بيقولك كده لكن انا بيقولك الفيلم ده علم كتير وانقى صغير بس تصريحاتك بتعمل مشاكل ju bibur انا شكرا شكرا